أشرف عبدالغفور الفنان الكبير لما الحقيقة بتشوف المشاهد فناننا الكبير أشرف عبدالغفور بتحس بأنه يعني ابن حد من العيلة يعني قريبك قريبك يعني دخل البيوت المصرية حبيب وقريب لكل المشاهدين ويمكن دي الشرارة الأولى للنجاح أنه الناس فتحت البيوت فتحت التليفزيون فلاقيت حد شبه ولدها وشبه يعني شبهها هي من جوا الفنان القدير أشرف عبدالغفور مساء الفل مساء الورد قد إيه كنت قريب من الناس يعني أنا عايز أعرف النقاط كتبوا عنك إيه في أول المشوار أول طلتك والله هو في أول طلة كانت يعني اللي عملت الاحتكاك المباشر مع الناس كانت القاهرة والناس طبعا وسلسل وفي القاهرة والناس أنا كنت بعمل في المرحلة الأولى من الحلقات الشخصية اللي الناس مش مفروض تتجاوب معاها يعني كنت بعمل شخصية الأخ الأكبر المتطلع الطموح اللي كل طموحاته زائفة اللي ممكن يركب على كتاف إخواته وأبوه أمه عشان يوصل للي هو عايزه لما بيعرف بنت بيعرفها عشان عندها عربية أربعة خمسة متر وغنية فكان كل طموحاته زائفة فكانت شخصية معقدة ومركبة جدا والمفروض أن الناس ما تتجاوبش معاها وفي المقابل كان زميلي العزيز أراح النور الشريف بالشخصية الأيديا للمثالية اللي لازم تتحب تتحب يعني فأنا ما كنتش يعني في الكفة الراجحة قوي في المرحلة الأولانية من ناحية الناس أنا كنت مخلص جدا في أداء الشخصية ولكن أنت تقول إنه الناس تكره بس الناس يعني ملامحك أصلها فيها طيبة أصلا بعد كده بقى بعد كده أنا دخلت في مرحلة الولد الجديد ده اللي وشه هادي أيوة واستدوه بقى في الأدوار الرومانسية والأوفر رومانتيك وهكذا لغاية وعملت شوية كده لغاية ما تمردت بقى لقيت نفسي حتقولب وحتحط في الآلب ده فتمردت وابتدت أدخل في أدوار الشر وهكذا لكن حيظل الوجه الهادئ ده وأنا يمكن مسألة الوجه الهادئ دي اتحطت حتيها خطوط كتير جدا في فيلم لاشاق أرهم أنا عملت فيلم اسمه لاشاق أرهم طبعا إخراج حسين كمال وكنت بعمل فيه شخصية متميزة جدا يعني يا ترى الممثل هو المسؤول عن الأدوار اللي يعملها كلها ولا أحيانا بيزلم بالقولة يعني يفضل محطوط في قالب وما يعرفش يغير ويفضل المنتج مسر على أنه ينجح به مرة واثنين وثلاثة ويبقى هو نفسه يغير يعني أنت مثلا حضرتك قلتلي تنبهت من البداية أنك تبقى أعمل كذا هل الممثل بيبقى مظلوم في الحتة دي أحيانا؟ أحيانا لكن هو في حاجة لازم الفنان يعيها كويس جدا لازم يضرب نفسه على إمتى يقول لا آه حلوة دي زي ما بيقول آه لازم يتضرب تماما على يقول لا حتى لو قاعد في البيت شوية؟ قاعد كتير حتى لو قاعد كتير وخاصة أنه لا في مهنتنا أحيانا بتبقى تكلفتها باهظة بتبقى تكلفتها كتير قلت كم لا؟ كتير 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 وكنت حاسس أنه لازم تعمل كده بالتأكيد لأن هي المسألة بتعتمد على تركيبة الشخص نفسه تركبته الإنسانية أولا من قبل حتى ما يدخل الفن صحيح هو يعني ربنا أوجده في هذه الحياة وهو بيعمل إيه؟ بيهدف لإيه؟ مشواره رايح فين؟ شايف مشواره فين؟ آه بيحدد مصاره إزاي؟ فإحنا برضو في شغلتنا وشغلتنا شغلنا حساسة جدا ودقيقة جدا يعني ولازم يبقى من البداية الشخص دخل هذه المهنة ليه؟ طبعاً هل بهدف المال؟ الشهرة؟ الصيط؟ الغنى؟ حبك للغة العربية ده جي منين؟ حضرتك أساساً دخلت من أوائل خريجي المعهد العالي للسينما وحبك للغة العربية ارتبط في المدرسة ارتبط مثلاً في الكتابة ارتبط بشاطرتك في اللغة العربية جي منين؟ أنا علاقتي باللغة العربية هي علاقة أي طالب في المرحلة الثانوية باللغة العربية تمام لكن أذكر بأن أنا أستاذ اللغة العربية في مدرسة الجيزة الثانوية في المرحلة الثانوية اللي أنا كنت فيها كان معجب بأسلوبي في التعبير والإنشاء والمطالعة وحتى لما عملت فريق تمثيل في المدرسة كان هو بيشجعني وكان بيحول الحصة حصة العربي لبروفية الحفلة اللي احنا بنعملها آخر السنة وهكذا فدي بس كانت الملحوظة في الدراسة الثانوية لكن للحق اللغة العربية زي أي لغة محتاجة للي حبها أي لغة محتاجة لواحد يحبها عشان يتعمق فيها واللغة العربية بقدر ما هي سالسة بقدر ما هي صعبة ودقيقة ومحتاجة لبذل جهد طيب أنا عايزة أسألك سؤال لمن يقرأ أشرب عمد الغفور مين اللي اتأثرت بيه وانت لسه كده شاب ممثل مقبل كنت بدأت خطواتك المسرحية أعتقد جولف دان هانم أول مسرحية على خشبة المسرح مين اللي شكل وجدانك بالدرجة الأولى نجيب محفوظ نجيب محفوظ بالدرجة الأولى يعني هو اللي أنا غصت فيه زي ما هو كده بيغوص في أعماق أكيد عملت حاجات في روايات نجيب محفوظ نجيب محفوظ سنة ستة وستين أنا عملت فيلم قصير عن قصة لنجيب محفوظ اسمها لونة بارك ودخلنا بيها مهرجان للتلفزيون وكان اخراج الراحل يوسف مرزوق بعد كده أنا شرفت بأن أنا اشتغلت في الجزء التاني من الثلاثية اللي هو قصر الشوق عملت شخصية فيه كان حلم حياتي وأنا لسه ناشئ أنه نعمل حسنين في بداية ونهاية لكن ما عملتوش أيوة طبعا يعني ده كان من الأدوار من قراءاتي كنت متأثر بالرواية جدا 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 وكنت كنفسي أعمل هذا الدور المركب جدا كان مركب فعلا والمعقد جدا طبعا يعني فنجيب محفوظ طبعا في كل شخصياته أي ممثل يحلم بأنه هو يقديها أشرف عبدالغفور مشوارك عظيم يعني أكتر من 150 عمل أعمال دينية أعمال تاريخية أعمال اجتماعية يعني حاجات كتيرة جدا إيه اللي انت شايف في المشوار ده كان نفسك تعمله ولسه ما عملتوش ده حاجات كتير أو يعني قولي حاجة حاجة ملحة أنا مش هي الحكاية مش خاصة بي أنا أنا يعني أتمنى بأن المواطن المصري يبقى المسرح يتحط في أجندته زي ما هو أحيانا بيروح السينما أتمنى أن المسرح يبقى جزء من الأجندة ترفيهية الشهرية للمواطن المصري يفضل موجود لأن ده مفتقد كتير قوي في حياتنا وبنفتقد حاجات كتير في هذا المنوال فأنا أنا دايماً ما عنديش أمال خاصة بي أنا طبعاً ما عنديش أمالك للناس طب حاختم معك بسؤال كده مشوارك العظيم، احترامك، لغتك العربية، اسمك متطمن على مصر؟ مصر بحكم تاريخها دايماً تبعث على الاطمئنان مصر يعني زي ما احنا كلنا بنقول إن ربنا حفظها لأن إحنا بيحصل في حياتنا وحصل في حياتنا حاجات ممكن تحصل في بقاع أخرى من العالم في خمسمائة سنة صحيح إحنا بيحصل في حياتنا في خمسين، ستين، سبعين سنة بتلاقي منحنايات وتضاريس كتير، بس إحنا شعب قوي لكن ربنا طول الوقت حافظ هذا البلد وحيحفظها، وحيحفظها بينا أكيد بينا أكيد يعني اتشرفنا بوجودك ومتشرفين بوجودك رمز كبير موجود في تاريخنا السينمائي والمصرحي والتلفزيوني نورتني في التاسعة نورتنا شكرا